بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين وبعد اليوم نتكلم عن المانجمنت بتحديد المانجمنت تشينج الموضوعنا اليوم هو لماذا يفشل تغيير Why Change Fails وهذا من كتاب Leading Change للمؤلف جون كوتر في كثير من الشركات والمنظمات والدول والمجتمعات تفشل جهود التطوير المشهودة والتغيير الأفضل والسبب أو الأسباب المودة لذلك هي كالتالي السبب الأول هو الرضا عن الوضع الحالي وهو الرضا المبالغ فيه Exaggerated Satisfaction عن الوضع الحالي حيث يؤدي إلى نوع من التراخي عندما تصل الشركة أو المؤسسة أو المنظمة أو الوزارة أو الإدارة أو الدولة أو حتى الأفراد إلى وضع Satisfaction الوضع الحالي سيؤدي إلى نوع من التراخي أو كما يسمى Complicency حيث أن التغيير يتطلب إحساس دائم ومستمر بالحاجة للتغيير والمنظمة التي راضية عن نفسها عن الواقع فأنها لا تحشد الجهود لإحداث التغيير إذن هذا هو السبب الأول الرضا عن الوضع الحالي Complicency وهذا مصيدة للتطوير السبب الثاني للفشل هو غياب التحالف بين الإدارة والأفراد The absence of the alliance between the administration and individuals يحتاج التغيير إلى تحالف بين الأفراد وبين الإدارة بتحويل عملية أقوال إدارة لأن الإدارة لن يقومون بالتنفيذ ينتقل بعد ذلك إلى أفعال الأفراد بدون الأفراد فأن الإدارة لا تستطيع التغيير إذن لا بد يكون هناك تحالف بين الإدارة العليا في المنظمة وبين الأفراد في المستويات الأخرى السبب الثالث من أسباب الفشل هو افتقار الرؤية lack of official أحيانا تكون المنظمة أو المنشأة أو إدارة بدون رؤية واضحة حيث تحول جهود التغيير إلى قائمة مشروعات المربكة إذا كان لا يوجد رؤية فأن المشروعات ستكون مربكة وغير متوافقة وأحيانا تكون متناقضة وتستهلك الوقت وأحيانا تسير في اتجاهات متضادة وبغير هدى ولذلك ضروري يكون هناك اتجاه عام واضح ورؤية واضحة لجميع المنظمة في السير في هذا الاتجاه أحيانا تكون الرؤية واضحة ولكن توصيل الرؤية هو السبب الرابع أحيانا يكون هو المشكلة عدم توصيل الرؤية not delivered vision لأن التغيير الكبير يطلب أفراد يعملون في المنظمة راغبين في تضحية وقادرين عليها ولكن الأفراد الذين لا يقتنعون بالرؤية أو لا يفهمون الرؤية فأنهم لن يضحوا من أجلها حتى يضح الأفراد من أجل هذا التغيير والتطوير لابد يكون هناك استيعاب وفهم وإدراك لهذه الرؤية السبب الخامس من أسباب فشل التغيير والتطوير الأفضل هو العقبات الإدارية administrative obstacles أو management obstacles تفشل العديد من مبادرات بسبب العقبات التي توضع في طريق هؤلاء الناس وفي الإدارات عادة في الإدارات ونظمات يوجد نوعين من العقبات أحيانا تكون أنظمة الشركة أو المنظمة بيروقراطية نظامها جامد لا يسمح بتغيير أو أحيانا يكون نظامها يسمح ولكن يوجد مراكز قوة في الإدارة ذات نفوذ عالي تعارض هذا التوجه أو هذا التغيير مثال ذلك أحيانا كثير من المنظمات تحاول تغير من طريقتها التقليدية في الإجراءات إلى الطريقة الإلكترونية إلى أتمتة عملياتها الإدارية مثلا ولكن لوجود بعض المسؤولين الكبار في هذه الإدارة يعارضون هذا التوجه أو لا يستطيعون لم يتبنوا هذا التوجه أو يعارضون هذا التوجه أو ليس عندهم معرفة بهذه الأساليب الحديثة والتقنيات الجديدة فأنهم يعارضون وبذلك تفشل جميع المنظمة في إحداث التغيير والتطوير هذا هو السبب الخامس السبب بعد ذلك السادس هو عدم تحقيق نجاحات سريعة Failure to achieve quick success إذا الأفراد يرون تغيير على أرض الواقع يتحقق شيئا فشيئا هذا سيكون دافع قوي لمواصلة التغيير ومواصلة التطوير في هذا الاتجاه إذا مضى وقت طويل ولم يتحقق أي إنجاز جزئي فإن هؤلاء الأفراد سيتحولون إلى معارضين ومقاومين لهذا التغيير السبب السابع هو سرعة إعلان النصر الكبير declaration of the great victory quickly أحيانا يتم إعلان سرعة إعلان التحقيق المطلوب والانتهاء من المهمة فأنه بمجرد إعلان نصر كبير وانتهاء هذه المهمة أو تحقيقها يبدأ التراخي من الأفراد عدم التركيز على متابعة التغيير والتطوير ويعود الأفراد وشركة إلى الممارسات السابقة فيفقدون التغيير والتطوير المشهود ولا يصلون إلى الهدف السبب الثامن هو عدم وصول تغيير لجذور ثقافة شركة the change doesn't reach the organization route وهو أنه لم يتم تأصيل مبدأ التغيير المستمر التغيير والتطوير هي عملية مستمرة لا تتوقف يجب أن تكون جميع الأفراد وثقافة الشركة المبنية على تشرب هذه الثقافة أن التغيير هو عملية مستمرة التطوير عملية مستمرة لا تنتهي لأن إذا كانت هذه الثقافة غير موجودة فأن التغيير سيكون مرحلي ويتوقف بعد ذلك هذا هو السبب الأخير من أسباب عدم نجاح التغيير أو فشل التغيير فشل التطوير وإلى محاضرة أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته